السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sense Grand Cross الخطايا السبعة في فيديو اليوم راح نحكي عن تحديث 14-2 اللي هو مكتوب عن 14-2 بس لحنا راح يجي لعننا ب 14-2 وشو الشغلات الجديدة اللي راح تجي معه طبعا هذا التحديث هو تحديث الفالنتاين اللي هو بمناسبة عيد الفالنتاين أو عيد الحب طبعا إذا أنتو بتحتفلوا في هذا الشيء إن شاء الله يكون ممتع للكم المهم بالعادة بيحطونا شخصيات شخصيات اللي هو جميلة أو مشتها جميلة شخصيات اللي هو بنات بس هالمرة راح حطونا شخصيات كينك هلا بصراحة اختيار لكينك فيك تقول أنه أسوأ شيء ممكن يعملوا بالعالم أسوأ شيء ممكن يعملوا بالعالم حتى لو كان أفضل شخصية باللعبة اللي عملوه هو جدا شيء سيء لأكتر من سبب أول سبب من الأسباب لأنه البانر تابعه عبارة عن بانر فيها ديان الحمراء اللي بنحطه بالبي في إي اللي هو الشياطين ومارلين الزرقاء اللي هو أقوى شخصية باللعبة أو من أقوى شخصيات باللعبة البانر عبارة عن 600 جيم في ملاحظة أنا معارف لاقي موقع اللعبة الكوري أو الياباني اللي كنت فوت عليه قبل مشان نشوف الأخبار لأنه هنيك مفصلين أكتر من هون هلأ هون شوف حتى مو آيلينا شو البانر مو آيلينا البانر اللي رح تيجي شو فيها شخصيات أو شو البانر بالأساس 600 جيم 300 جيم 900 جيم محاكين تصلي ساعة عم دور بالأخير عرفت أنه البانر 600 جيم حتى ما لقيت لصورك بس مكتوب 600 جيم بالأخبار أو شفت فيديو تاني لواحد مصورها بقى عرفت ره هي بانر 600 جيم عرفتوا كيف بقى نصيحة مني نصيحة مني إذا ما بدا كلاديان ولا مارلين لا تسحب على البانر وخاصا ليش لأنه يعني تعرفوا لو هادا هيلبرام مشكلة هيلبرام مو مشهور نفس كينك وإيلين أورادي السنة الماضية جابوها عالبالنتاين مشان هيك بقى ما جابوا إيلين يعني لو جايبين إيلين كان لسا شوي أحسن ليش عم حكي هيك خليا نحن نشوف كينك شو بيعمل كينك شو بيعمل طبعا هو لونه أحمر فيري اللي هو من الجنيات فر افري فيري اللي participating in battle increase the hero's attack lead stats by 10% and damage dealt by 10% فر افري applicable ally increases their basic stats by 8% increase the hero's damage by 30% when attacking debuffed enemy applicable ally strength HP and speed 70 descents دائما اسم ألف دائما اسم نقري أما اسم أول جزئية على كل شخصية جني عندك إغلاق بالتهم أو اللي هي عم تقاتل يعني مو وراء الدام شو بيحيب بيعطيك 10% تعرفتوا كيف وبيزود الدمج اللي بتعمله 10% وبيزود بيزود الدمج اللي انت بتعمله 10% هاي بالنسبة للشخصيات اللي هو الفيري او الجنيات هلا بالنسبة لجزئية التانية جزئية التانية شو هي For every applicable ally اللي هنا نشو اللي هنا نشو شوف الكلاب شوف الكلاب شوف هون عاملينها انو لا دارك بيمشي حالو ولا لايت بيمشي حالو يعني لازم يكون الشخصية يا اما حمرة يا اما خضرة يا اما زرقة من الخطايا السبعة لحتى ياخدوا البوف التاني أما الشخصيات اللي هو دارك مثل مليوداس أو شخصيات اللايت اللي هو الضوء مثل اسكنور ما رح تنفع مع البوست الثاني هل البوست الثاني شو هو يعني بتزود الباسيك ستاتس تبعك 8% على كل شخصية من الخطايا السبعة أذرق أو أحمر أو أخضر زائد بتعمل دميج زيادة 30% إذا اللي ضدك عليه دي باف عرفتوا كيف؟ يعني هاي بتنفع للشخصيات اللي هو الأحمر وأخضر والأزرق من الخطايا السبعة إذا كان معك صراحة الباسيك لا بأس بها بس لو عاملينها يعني تخيل لو عاملينها هيل برام الآن هو الجزئية الثانية ما بتزبط مع هيل برام بس جزئية الأولى بتزبط مع هيل برام ليش؟ أنا شو أزي أنه لسه أنت هلأ ما صلك اسبوعين عاطينا ريلك لكينغ الفستيبال بقى ليش؟ ما تخلي الشخصية الثالثة هي هيل برام ساعتها شو بنحط بتيمنا؟ بنحط بتيمنا كينغ اللي هو الكينغ اللي صار عنده كينغ الفستيبال الجديد أو مو الجديد يعني لأجد واحد زائد إلين الفالنتاين زائد مثلا هيل برام ساعتها شخصياتنا بيكون عنا ثلاثة فيري والثلاثة رح يصير عنا ثلاثين بالمية ناخد التاكز زيادة ساعتها الفريق رح يصير عنا جد خطير عرفتوا كيف؟ مشان هيك يعني بصراحة بحسة سيئة لأنه عاملينها لكينغ لأنه كينغ كينغ الفستيبال بصراحة جدا قوي خاصة مع الريلك صار هلا رجع على اللعبة ورجع بقوة كمان بقى بصراحة وهي كمان الشغلة الثانية اللي هو أنه أنت لازم هلا هي كتير حلوة بصراحة هذا البف كتير حلو بس شو عاملينه لازم للأخضر والأحمر والأزرق مشان هيك لازم تستخدم شخصيات القديمة ما فيك تستخدم الشخصيات الفزفال الجديدة مثل ليز الملاك الجديدة اللي هي لايت أو اسكنور اللايت أو مليوداسين الخاين أو مليوداس الجديد لأنه الاثنين دارك باع فيك تستخدمون وما فيك تاخد البف تبعهم بقى هاي الشغلة اللي هي سيئة يعني عاملين البسف تبعه فكرتها حلوة بس لا الفيري بتنفع ولا هاي بتنفع كتير هلا ما حال لكن هو مو قوي لا قوي بصراحة البسف تبعه جميلة بس مو خارقة هلا هو يقول شخصية عادية شخصية إيفنت ما راح يكون والله أو بي نفس فيستيبال ولا شخصية جدا قوية لا ما تستغني عنها هلا خلينا نشوف الرليك تابعه الرليك تابعه لأنه هي أوريدي اللي احنا كان عنا ياها مشان كينغ القديم خلينا نشوف شو انفلكت بليد فورتو تن وين دهيرو ديل دامج وذ أن ألاي تارجت والتارجت أداك يعني إذا ضربت راح تاخد اتنين بليد خلينا نشوف إذا حركاته قوية ولا لا أول حركة بتعمل دامج مية وخمسين لك لشخص واحد حتى وبتعمل بويزين البيزين نك تعمل دامج ستين بالمية بعد بلفه من الدامج اللي انت عملته هاي ميتان وخمسين وبيزين هاي ثلاثمية وخمسة وسبعين وبيزين الحركة التانية بتعمل ويك بوينت لكل الأشخاص تسعين مية وعشرين مية وخمسة وثمانين الألتمت تابعه اللي بتعمل أبس هي نفس القديم بصراحة البسف هي الوحيدة اللي شيل واو فيه للشخصية مع ريلك ممكن يكون لا بأس فيه بس بصراحة شخصية جدا عادية وخاصة انه بدك يصير سيكس سيكس مشان تشغل أبس القوية اللي هي أقوى شي فيه للشخصية الويك بوينت جميلة بس بصراحة مو لدرجة انه واو لازم نسحب عليه للشخصية لانه انت اول شي بالنسبة للفيري ما عنده غير شخصيتين حاليا فيك تستخدمون اللي هو كينغ هاد نفسه أو إلين فقط لا هيلبرام واخته لاخته لهارل كوين اعتقد اختته لهارل كوين ولا اختته لمن اعتقد اخته لهارل كوين كانت هذيك كمان مقوية بقى بس كينغ وإلين الوحيدين فيك تستخدمون وخاصة انه كينغ القوي ما فيك تستخدموا معه مشان هيك عاملكم لو كانت إلين أو لو كان هيلبرام كان الفريق رح يصير كل ماله أقوى وأقوى وأقوى وبالنسبة للجزئية ما فيك تستخدمها مع شخصيات الخطايا السبعة عليين الخطايا السبعة الوحيد اللي ساته قوي بصراحة ما عاد حدا استخدم شخصيات الخطايا السبعة اللونهم أزرق وأخضر وأحمر لأنه حاليا عم نستخدم يا مليوداس يا لز يا اسكنور الضو هذول الثلاثة ما فيك تستخدمون مع كينغ هذا بقى مشان هيك بصراحة لا البانر بتستاهل ولا الشخصية بتستاهل هذا شي جدا جميل ليش لو شخصية كتير قوية كنا رح نضطر نسحب عليها وساعة ما رح يكون معنا جمات لأنه بمية بالمية البانر الجاي رح يكون فيها شي قوي أو ممكن كل البانر الجاي رح تكون ستيب أب مشان يجهزونا يا أما لشي كولاب يا أما بل شو بقي يحضروا للاحتفاليات السنة تبع لعبة الجلوبال شو رح يجي معهم رح يجي معهم شغلات الكارد الكارد اللي هو هدول شو بيعمل كارد انكريز داميج دلت باي ألايز وإذ أورليس اتش بي باي دي داميج تايكن باي أوكي كل شي لا بالبي في بي هاي فيك تسخدمة كل شي إلا البي في بي شو بتعمل خينا قول لحنا ماكس خمسة بعشرة أول شي بتزود الدمج اللي بتعمله خمسة بالمية إذا كان اتش بي خمسين بالمية وأقل وبتنقص الدمج اللي بيعملو عليك عشرة بالمية لا بأس حلوة بس مو وطبعا رح يكون فيه بندلات البندلات اللي احنا ما دخلنا فيها منصيحة يشتري شي بلايار ناو ديركتلي أوكي الإفنتات خلنا نشوف الإفنتات اللي رح تجي باللعبة ديبونيك بيست هولي ريليك لست أوبتمانيزيشن هولي ريليك آه أوكي خلنا نشوف أول شي رح ناخد اتنين واربعين جيم اللي هو كل يوم رح ناخد ثلاث جيمات لمدة أربع عشر يوم هذا شي حلو وشو شغلات تتبسد وكانه ساعته ثلاثة أربعة ساعة تنعاش والشغلات التانية رح تجي اللي هو أنتل شو هي وورد كويست مارلين إن وندرلاند أوه مارلين رح يكون فيه إفنت اسم مارلين إن وندرلاند أكيد للي مارلين بعد شي جدا جميل رح تكون هاي بعد شي كتير حلو ورح يكون في هاي اللي تعطي ست شغلات وتاخد هدول الجوائز جوائز جميلة لا بأس بها هاي هي الجوائز حلوة نصيحة من يلعبوها وهي هي الجوائز أوكي حلو 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 ورح يكون فيه أكل هذا الأكل اللي بتعمل في هدول الشغلات شو هدول مش هنسوي هدول أوكي أنا بدي خلص بسرعة مش هما نطول عليكم الفيديو هلأ خين نشوف الديكور الجيد الديكور الجيد رح تاخده كله آه 30 جيم لاحظة يشتري النصيحة بتزود الفرينشيب كوين عشر مرات عشرة لما تحكي مع أي حدا بتزود الـ 6% حلو فور فريستيج فريس ريس بي ديثماتش الوحيد اللي هي ديثماتش بتعطيك 150 ديئ زيادة الباقي ما في شي واو هلأ هاي والله ما بشي بس لا ما نصيحة بلاها بلاها وراح يكون في يعني رح ناخد 35 جيم منه وراح ناخد جوائز جميلة أو 30 جيم وهون 35 جيم حلو أنا أريدي مصور الفيديو بس رح صور فيديو تاني عليه لأنه ممكن أعتقد رح يكون في اله رح يكون في شب تشتري هذون الشغلات بصراحة شب جدا سيئ ما في شي واو هاي المشكلة للأسف يعني المحاطين حتى الانهانس ماتيريال اللي هو بتطور فيها اللبس شايلين أو ما بعرف ليش وراح يكون في هذا البوكس اللي ممكن يطلع لك في واحد هذول الجوائز لا بأس فيه وممكن يطلع لك هذول الجوائز بالبوكس هاد وراح يكون فيه لبس لهذول الشخصيات نات بس مو كتير واو شو كمان شو كمان رح يكون فيه هون كل يوم لمدة أسبوع فيك مرة واحدة تروح على أي قرية من القرى تصرف مليون يعطيك واحدة SSR يعطيك 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 وراح يكون فيه تنتين هالمرة ديلي اللي هو الويكلي إيفنت هاد اللي هو بتاخد منه جمتين بجمتين زائد هدايا جميلة هون رح تاخد SSR بدنس وهون رح تاخد سندي ذهب هاي الشغلات حلوة وهلأ رح يحطوا شخصية ريا بالتكت للس تبع العمالقة والبشر والغير معرفين لأنه بتعتبر غير معرفة هاي هي التحديث اللي رح يجي هلا بصراحة ما فيه هلا فيه جمات فيكتول بحدود الميت جيم رح ناخدها من هاد وفيه بعض الهدايا الجميلة اللي رح تساعد من نطور شخصياتنا بس ما في شي واو للأسف يعني تمنيت يكونوا عاملين شي جديد أو لعبة جديدة أنه عساس قالوا لنا رح نزل اللعبة جديدة نزلوا اللعبة واحدة جديدة لحد الآن خلال التشهور الماضي اللي عواسس وعدونا أنه رح يصير وينزلوا فيها اللعبة واحدة جديدة ولعبة سيئة كمان لا والله تصدق يمكن لعبتين لا لعبتين لا زيك اوكي بس يا ربي يجيبونا شغلات حلوة بس بس فيه شغلة حلوة أزي سوري فيه شغلة أنه هذا سكيب بقى هيك ساعتها مع كويت الزيادة هاي 100 جيم زيادة رح يعطونا ياها خلال الأسبوعين القادمين مشان نجمعها يا أما لبانر الكولاب يا أما لبانر الفستيفال اللي رح يجي خلال احتفالية السنة وأكيد لما يجي احتفالة السنة رح يكون شخصية جدا جبارة ورح يكون فيه بانر جدا قوية إن شاء الله بقى نصيحة مني جمع جماعت كوم لهي الشغلات بقى بس هوم يكون صنع هذا في تنين يوم جاء تستمتعت فيه تستمتعت فيه لا تستمتعت لفيدو تشوك مع ملقى نسوك جديد مني شكو آخر فيديوهات تانية مع السلامة